حياكم الله مشاهدين الكرام في أولى الفقرات فقرات البرنامج لهذه الليلة حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم مبادرة صيفنا يحلو بالقراءة وذلك ضمن خطة الوزارة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للقراءة وانطلقت هذه الفعالية في شهر يوليو الماضي وتستمر حتى انتهاء العطلة الصيفية للمدارس وتستهدف المبادرة جميع شرائح الطلاب لتشجعهم على القراءة من خلال منصة القراءة التفاعلية بل ولتنمي لديهم كذلك حب القراءة والمطالعة وتحفزهم عليها تفاصيل أكثر عن مبادرة صيفنا يحلو بالقراءة سرنا الترحيب بسعادة الأستاذة وحيدة عبدالعزيز رئيس وحدة الأنشطة والمسابقات التربوية بوزارة التربية والتعليم مساة الله بالخير أستاذة وحياة الله معنا الله يحبك يسلم يعني مبادرة صيفنا يحلو بالقراءة نبغي نتعرف على أهم الأهداف العامة التي من خلالها تم وضع هذه المبادرة أو خلنا نقول الأهداف العامة المرجوة من وراء هذه المبادرة إن شاء الله طبعا شكرا في البداية على الاستضافة بالنسبة لمبادرة صيفنا يحلو بالقراءة هي ضمن السياسة الوطنية للقراءة واستراتيجية وزارة تربية والتعليم مبادرة الإمارات تقرأ الإمارات ترقى الهدف من المبادرة هاي إننا نحن حابين أن الأطفال يواصلون القراءة في فترة الصيف أنه ما يكون فيه انقطاع يكون فيه مواصلة للقراءة وطبعا كلفت وزارة تربية والتعليم بهذه المبادرة فلما بحثنا عن شيء جديد نحن يمكن اليوم نستهدف الأطفال في فترة الصيف فيه مواقع تواجدهم فاستهدفنا المواقع اللي ممكن يكونون فيها الأطفال مثل المراكز التجارية وأيضا المراكز الثقافية الهدف الأساسي مثل ما قلت أن الأطفال يواصلون القراءة في فصل الصيف وأيضا أن نشغل أوقات فراغهم بمبادرة مفيدة مثل القراءة وطبعا أهم شيء عندنا أن مشاركة الجميع في هذه المبادرة سواء من الطفل أو ولي الأمر أو مؤسسات المجتمع صحيح الواقع يعني يقول أستاذة وحيدة بأن الطفل أعتقد بأنكم من خلال هذه المبادرة قدمت له ما هو مختلف عن أساليب القراءة التي تعود عليها هو في المدرسة حتى أنكم تجذبون لهذه الفعالية لأنه من الطبيعي أن نطالع من المدرسة أكيد يرتاح نوعا ما أكيد هالهدف فنحن يمكن تصميم المنصة أنها تحاكي الميول القرائية والثقافية لدى الطالب والولي الأمر يمكن منصة هذه مختلفة يعني تسمحي لي بس أكتر عليك أنتوا عملتوا منصة القراءة التفاعلية فيها كتب إلكترونية فيها مسابقات فيها أنشطة كثيرة ومتنوعة صحيح؟ فيها مثلا مثل الأنشطة مثل ما قلت فيها السينما فيها المسرح فيها جلسات قرائية للأطفال مع ولياء أمورهم حتى الألعاب فيها فيها ألعاب ترفيهية بس نحن كلها هدفنا أن نحن نوصل حب القراءة لدى الأطفال جميل جدا طيب يعني نحن نشاهد جزء من هذه المنصة التفاعلية الخاصة بوزارة التربية والتعليم المنصة هذه متنقلة أستاذة وحيدة أم هناك أكثر من منصة موجودة في أكثر من المكان؟ هي نفس المنصة وانتقلت بدينها طبعا نحن من إمارة الفجيرة في سيسة الفجيرة يعني قلنا يمكن في فصل الصيف أكثر العوائل تروح للفجيرة فقلنا بنبتدي من الفجيرة والحمد لله كان تجاوب كبير يعني سواء من العوائل الموجودة في إمارة الفجيرة حتى كانوا طالبونا أن نحن نمدد كم يوم كانت؟ نحن يعني الاستراتيجي أنه عندنا يومين في كل إمارة تدينا من الفجيرة وبعد الموقع الثاني كان فيستفل إدبي واستهدفنا أيضا الأسر الموجودة والمراكز الصيفية أيضا في إمارة إدبي وبعد هذا انتقلنا لراس الخيمة راكمول وبعد راكمول في التنمية الاجتماعية وزات تنمية اجتماعية في أم القوين وإن شاء الله النهاية بتكون في عاصمة الكتاب في الشارقة يومي الأحد والاثنين في المكتبة العامة في الشارج إن شاء الله بإذن الله جميل جدا طيب يعني ذكرتي لي أبرز المواقع لأنفذت فيها هذه المبادرة الخاصة بالمنصة التفاعلية للقراءة كيف كان التفاعل؟ مدى هالقستو من خلال سواء إحصائيات من خلال أرقام؟ يعني نسبة الحضور أعدادهم؟ نحن بالنسبة لل يعني نحن نبقى كل طفل يدخل يستفيد فيه بطاقة يستلمها الطفل ويمر على ست مواقع داخل المنصة ولازم تنختم هاي المواقع وفي النهاية لازم نحن نعطي الهدية فعدد الأطفال اللي تفاعلوا مع المبادرات الموجودة داخل المنصة يمكن حوالي ثلاثة آلاف طفل في المواقع اللي نحن استهدفناها عدد الزوار من الأسر وأولياء الأمور وصلنا سبع تالاف فرد لزاروا المنصة ما شاء الله ما شاء الله كنتم متوقعين هذا الرقم السادة وحيدة؟ لا طبعا أبدا كم كان الهدف تحديدا أو كم الرقم اللي كنت وضعينه؟ والله دائما نحن نحط رقام ونقول أكيد بنكسر هالرقام نحن كنا نحاطين في كل الإمارة ألف أو أقل عن ألف على حسب طبيعة الإمارة صحيح والجو العام في كل الإمارة بس يعني نحن في فاستيفل جبي وصلنا 2500 لزاروا والأسر اللي زارت حتى من دول الخليج يعني مو بس أسر إماراتية زارت وتفاعلت حتى الأطفال يعني من دول الخليج زاروا المنصة تستهدفون فئة عمرية محددة؟ نحن المنصة مثل ما قلت لك تفاعلية تحاكي كل الميول فنحن عندنا من الحضانة إلى المرحلة الحلقة الثانية اللي ممكن يتفاعلون مع البرامج الموجودة داخل المنصة جميل حتى تكون هذه المنصة تفاعلية اسم على مسمى مثل ما يقولون أعتقد خصصت ربما شقين لبرامجها جانب للمسابقات وجانب للأنشطة القرائية المتنوعة والورش صحيح؟ صحيح يعني أحثيني على أبرز ما تضمن تفاصيل هذين البرنامجين أو الشقين طبعا نحن قبل حتى ما نطلق الحملة أطلقنا مصابقة اسمها دقيقة قراءة الهدف من هذه المصابقة أن الطفل ممكن هو يقرأ في البيت ويلخص الكتاب فيه دقيقة ونحطه على هاشتاغ دقيقة قراءة ففيه تفاعل كبير من الأطفال على الوسم على الوسم دقيقة قراءة الشيء الثاني داخل المنصة نفسة فيها مسابقات للأطفال وأيضا الجانب الثاني جانب الورش يعني نحن اليوم جمعنا بين الابتكار والقراءة أول ورشة يمر عليها طفل هي عن الطاقة الشمسية يقرأ كتاب عن الطاقة الشمسية بعدين يطبق كيف أنه ممكن يكون مبتكر في هذا المجال جميل بعد هذا الورشة يدخل السينما وطبعا يشاهد الفيلم بعدين يتفاعل مع المسرح مسرح نحن نقول مسرح بس نحن مسرحنا هي أصلا جلسات قرائية للكتاب اللي أنا أشكرهم على تفاعلهم مع الحملة وتواجدهم في المواقع المختلفة نحن في كل إمارة بينا يعني نبرز الشخصيات الموجودة سواء كانت إعلامية أو كتاب حتى هم يعني يكونون قدوة للأطفال اللي زايرين للمنصة صحيح كان واضح كذلك يعني وملفت في الحقيقة أنكم بجانب المعلمين كان هناك كذلك تواجد لأولياء الأمور للمتطوعين يعني أتحتوا لهم الفرصة أنهم يشاركون يعني كيف كانت طبيعة مشاركتهم؟ يعني أنا أقول لك عن شيء وأنا أشكرهم اليوم يعني واستهلون هذا الشكر وعالهواء مباشرة المتطوعين يعني المجموعة التطوعية ممكن أنا بديت في الفجيرة بالمجموعة التطوعية من إمارة الفجيرة يعني أنت تحبي أن نتوفر عليهم الطريج وهذا أكيد يعني هاي المجموعة واصلت لين اليوم معاي في التطوع في كل الإمارات ما شاء الله يعني أنا أشكرهم صراحة على وقفتهم وهي الوقفة مبسهلة يعني أنت المنصة تكون من ساعة عشر لين عشر بالليل صحيح يعني الأعداد يمكن وصلنا لين اليوم ثمانين متطوع ما شاء الله وفي إمارات يمكن نفس المتطوعين اللي كانوا ياهي من البداية من إمارة الفجيرة ولا بمستغرب يعني على أبناء الإمارات في الحقيقة مثل هذا الأمر وحتى المقيمين في دولة الإمارات في الحقيقة هم دائما متفاعلين مع المبادرات أكيد تفاعل جميل يعني مع الكل ومع المؤسسات المجتمعية اللي موجودة في كل إمارة يعني أنا اليوم لما يشوفها التفاعل واتصالات منهم شخصيا اتصالات من المؤسسات الثقافية يعني مثلا عندنا مؤسسة مبادرة لغتي متواجد ويانا من أول يوم في الحملة ها ما إن شاء الله ثقافة بلا حدود ما إن شاء الله مؤسسة الإمارات للآداب المراكز التجارية اللي رحبت بالحملة وشكرتنا على تواجدنا في المراكز عندهم ها ما إن شاء الله يعني هذا الروح لأننا دائما نوجده في دولة الإمارات صحيح يعني وكذلك يعني مثل هذه الشراكات ما بين الجهات الحكومية متمثلة في زارة التربية والتعليم وما بين القطاع الخاصة وقطاع مراكز التسوق في الحقيقة هو في النهاية يؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف اللي وضعتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة جميل جدا إلى جانب تعزيز دور الأباء والمتطوعين في هذه المبادرة كذلك خصصتوا ربما دورات أو ورش ربما استهدفت أولياء الأمور حتينا عن هذه الورش وماذا تضمنت يمكن نحن يعني سوينا مثل ما الصيدة لولي الأمر في المراكز التجارية كانوا أولياء الأمور يعني هم حابين يدخلون أولادهم داخل المنصة ويمكن يتسوقون أو شيء صحيح كنا نقول لهم جربوا جرب أنت تدخل مع الطفل وكان عندنا هاشتاق أبي أقرأ لي فنقلي الأب يعني لازم يليس مع الطفل ويقرأ الكتاب والطفل بعد هذا يمسك الهاشتاق ويتصورون اثنينهم مع بعض فهذا كان يعني ليه دور أنك كان فيه نوع من الجلسة الحميمية بين الأب والطفل حتى فيه أبا قالونا نحن أول مرة نجربها شيء أنه نحن نقرأ لأطفالنا الشيء الثاني عندنا نحن بعد من الورش الموجودة داخل المنصة ورش في اللياقة البدنية ويعني قلنا بنجمع بين الصحة وبين اللياقة البدنية فنستهدف أكثر شيء أن نوجه أولياء الأمور صحيح فهذه من الأمور الأساسية التي ركزنا عليها صحيح جميل طيب يعني برامج هذه المبادرة في الحقيقة يعني إلى أي مدى تتلائم مع خطة وزارة التربية والتعليم الخاصة في يعني خلنا نقول أهمية القراءة وتعزيز دور القراءة لدى جيل النشأ من طلبة المدارس يمكن مبادرة صيفنا يحلو القراءة هي مبادرة من عدة مبادرات أفردتها وزارة التربية والتعليم في الخطة الاستراتيجية للوزارة بداية عندنا نحن صيفنا يحلو بالقراءة بعد هذا إن شاء الله بيكون عندنا معرض إشارقة للكتاب طبعا مشاركة كبيرة بتكون من وزارة التربية والتعليم في هذا المعرض بعد هذا في شهر ثلاثة بيكون عندنا شهر القراءة بيكون فيه كرنفال للقراءة في كل الإمارات وأيضا عندنا مهرجان شارقة القراءة للطفل في توجيهات من القيادة العليا في الوزارة أن أيضا الحملة تكون في فصل الربيع في فصل الشتاء وفي إجازة الربيع للأطفال يعني هذا الدور الاهتمام من القيادة العليا بأهمية القراءة ودورها أيضا أن نحن نخلق جيل مبدع ومبتكر جميل جدا أنا بالتأكيد يعني راح كذلك أعرج على عنصر هام جدا ركستي أنتي عليه حتى قبل بداية الحلقة وهو كذلك يستاهل التركيز عليه عنصر الشركاء الاستراتيجيين اللي كانوا موجودين معاكم ودور هؤلاء الشركاء في إنجاح مثل هذه المبادرة أنا كنت أذنش في أن نتلقى هذا الاتصال من شيخة المسماري من إمارة الفجيرة مرحبا أختي شيخة أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا حيات الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله طيبة صحيح اليوم عندكم شخصية جدا هامة وراقية نعم سانة كلها ذوق ما شاء الله عليها أستاذة وحيدة تستاهل كيف كانت المبادرة وصداها في إمارة الفجيرة؟ والله المبادرة كان جدا جميلة الصراحة استمتعنا فيها ولهذا نستمرينت معاها في كل الإمارات ما شاء الله تعبتكم يعني؟ لا أستاذة والله ما تعبتنا بالعس أستاذة كان راحا ما شاء الله تعاملها ودوقها أصلا فهذه هي نحن نحن نكمل معاها في التطوع في هذه المبادرة ما شاء الله ما شاء الله تدري الأنشطة المقدمة في هذه الفعالية غير عن باقي الأنشطة لنا كذا أركان فالجلس كان يستمتع أنهم لما كانوا يحضرون للفعالية كانوا يستفيدون ويستمتعون في نفس الوقت وكانوا يتمنونها حتى أنها تكون في أيام كثيرة وليس بس يومين في الإمارة أكيد يعني اخت شيخة طيب يعني أنتوا كنتوا مفترض أنكم نقطة الانطلاقة كانت في إمارة الفجيرة أنتوا المفترض أنكم تكونون موجودين مع هذه المبادرة في إمارة الفجيرة لكن أنتوا واصلتوا المشوار وهي في الحقيقة أستاذة وحيدة أشادت فيكم وأشادت في دوركم وشكرتكم حتى قبل هذا الاتصال يعني ما السبب اللي دعاكم للاستمرار في هذه المبادرة اللي راح تجوب مختلف أنحاء مدن ومناطق إمارات الدولة المختلفة أولا الشخص المنسق والمسؤول عن الفعالية أكيد أنت إذا حبيت الشخص وتعامل معاك فأكيد أنت راح تستمر لأنك أنت أصلا راح تنخرج من هالإنسان صح ولا لا صحيح فحبينا أن نحن نكون معاها ونسالبها لآخر إمارات ولأنه لك جزء من خدمة الوطن في الحقيقة واللي يستحق مثل هذا الأمر لا شك في ذلك أنا شكرت بالتأكيد جزيل الشكر أستاذة شيخة على هذه المداخلة القيمة شكرا شكرا لك الله يحفظك معاك يعني هذه واحدة من متطوعاتك متميزة اتفاجأت فيها في دبي أني إياي وهي وعائلتها وقالت لي أنا بكون إياك لمدة يومين ونسكن في فندق في دبي عشان نكون في الفعالية يعني أنا من حرجة منهم وقفتهم في المبادرة هاي وروحهم الوطنية صحيح يعني من الأهداف اللي كنا حاطينها للمنصة هاي أن نروح التطوع لدى شباب لدى أولياء الأمور من أهم الأشياء اللي ركزنا عليها وفعلا يمكن نجحنا في هذا الهدف صحيح صحيح الحمد لله وبالتأكيد إن شاء الله عام بعد عام وجود مثل هؤلاء في الحقيقة وكذلك وجود الجيل القادم كذلك من المتطوعين يعني في كل سنة تضاف أعداد أكبر وأكبر وأكبر في الحقيقة معاكم أنا مرة أخرى رح أرجع أسأل عن موضوع الشركاء وتضافر الجهود في الحقيقة اللي ما بين الجهات الحكومية التحادية المحلية والقطاع الخاص سواء مراكز تسوق وغيره بتعرفين على أبرز الشركاء ولكن هذه المرة كذلك بعد هذا الفاصل مشاهدينا اللي بتكون لنا عودة إن شاء الله بعده نجدد لكم بالتحية مشاهدين الكرام ونمسي بالخير على كل من انضم لمشاهدة أماسي في هذه اللحظات هذه عودة لاستكمال فقرتنا الأولى مع الأستاذة وحيدة عبد العزيز مديرة مشروع صيفنا يحلو بالقراءة رحب فيك أستاذة وحيدة مرة أخرى الله يحاوظت يسلمت يعني كنا تحديدا تطرقنا إلى موضوع يتعلق بالشراكة المجتمعية ما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالإضافة إلى القطاع الخاص حثين عن هذه الشراكة وماذا أثمر عنها وبالتالي من هم أبرز الشركاء لديكم طبعا نحن يعني أنا أقول كان دور كبير للشركاء في هذه الحملة يمكن اليوم كنا نحن مع فريق العمل كنا نخطط حق المرحلة الياية فقلنا المرحلة الياية هو تركيز على عدد أكبر من الشركاء ليش؟ لأن نحن صراحة يعني الخدمات التي قدموها للشركاء في هذه الحملة كانت هي من أهم أسباب نجاح الحملة ذللت الصعوبات أكيد أكيد يعني أنت اليوم لما تبحث عن الكتاب لما تبحث عن ورش أو جلسات قرائية هم استعدين يقدمو لك يعني يمكن على راس ما نقول مبادرة لغتي من إمارة الشارقة تنتقل إلى الفجيرة وإلى راس الخيمة وإلى دبي في كل المواقع وتكون معلمات واستقبالهم للطلبة ويمكن على راسهم حتى مديرة المبادرة أستاذة بدرية متواجدة كانت في كل المراكز التجارية أكيد ثقافة بلا حدود يعني حتى تواجدهم ورشهم اللي يعملوها مثل ما قلنا مؤسسة الإمارات للأداب أصدقاء المؤسسة الكاتبات شيمن المرزوقي الكاتبة بدري الشامسي وغيرهم من الكاتبات أثمر يعني كان نتيجته هو نجاح للبرنامج المراكز التجارية نبتدي من سيتي الفجيرة راكمول فاستيبال دبي يمكن هم محتاجين لحملة مثلنا بس هم يعني هم جمعوا بين المجتمع كيف أن هاي الحملة هي يمكن في هاليوم أو في هاليومين أضافت عدد كبير من الزوار إلى المركز التجاري يعني يمكن في ناس قالوا لي قبل بيوم في سيتي الفجيرة كيف نحن وحيدة بنغامر وبنسوي الحملة يعني عدد الزوار ويت قليل يعني بس تفاجأوا بعدات كبيرة زارت ويمكن يتنى رسائل شكر من المراكز التجارية على تواجدنا معهم هذا يمكن التجمع الكبير بين الوزارات وبين الشركات الخاصة المؤسسات الخاصة المؤسسات الحكومية هذا له أكيد دعم كبير يعني لأي حملة تكون يعني وهي من الأساس المفروض الواحد يخطط له قبل ما هو يخطط لأي حملة تكون تستهدف جميع أفراد المجتمع الاستعداد المبكر هو أحد الوسائل التي تؤدي لنجاح أي مبادرة في الحقيقة جميل جدا أعتقد بأن اليوم وزارة التربية والتعليم ممثلة في الإدارة المعنية المتعلقة بمثل هذه المبادرات يعني لن تقف عند هذا الحد اليوم المبادرة وصلت أو في هذا العام كانت الدورة الثانية لهذه المبادرة صحيح عندكم خطط أتوقع تطويرية لهذه المبادرة في الأعوام القادمة هل بديتوا تحديدا في الشروع بهذه الخطط؟ بقيت بدينا وطبعا توجيهات من معالي الوزير لأنه كان في طلب من الإمارات الثانية ليش الحملة ما تكون عندنا وفيه كانت رسائل موجهة عن طريق التواصل الاجتماعي يمكن أهالي إمارة مدينة العين يعني أوجه لهم تحية وأوعدهم إن شاء الله المرة الياي بنكون عندهم في توجيهات من معالي الوزير أن الحملة تستكمل في إمارة بوظبي وفي مدينة العين وإن شاء الله في الظفرة هاي المستقبل طبعا نحن بدأنا يمكننا العام بثلاث مواقع السنة نحن خمس مواقع إن شاء الله سنة الياي بنكون أكثر شركاءنا الاستراتيجيين بيكونون في كل إمارة بيكونون أكيد يعني أكثر من هاي المرة لأن نحن حابين أن الحملة هاي مم بس أنا اليوم أسوي حملة قرائية يمكن الحملة مدتها شهر مرنا بظروف الدولة مرت بظروف إعلان دولة لعام 2018 عام الخير يمكن كانت فيه لوحة أفردناها بعد الإعلان مباشرة والأطفال والأسر يتفاعلوا مع هاي اللوحة وعبروا عن مشاعرهم وحبهم لزايد الله يرحمهم الله يرحم الشهداء يعني الله يرحمهم حتى الأطفال كانوا يكتبون عبارات يعزون أهالي الشهداء صحيح يعني وجود هاي المنصات التفاعلية مباشرة القراءة هي تجمع مجتمعي مؤسسات أنت تعرفهم بالمراكز بالمؤسسات المجتمعية الموجودة وحنا حتى بدورنا يعني السادة وحيدة رح نواكب مثل هذه الفعاليات المهمة اللي تختم قطاع عريض من المجتمع في الحقيقة واللي لها دور إيجابي كبير في تعزيز ثقافة القراءة لدى كافة شرائح المجتمع أنا في الختام جزيل الشكر والتقدير أتقدم له باسم البرنامج لشخصك الكريم ولي وزارة التربية والتعليم على مثل هذه المبادرة كل الشكر والتقدير للأستاذة وحيدة عبدالعزيز مديرة مشروع أو مديرة مبادرة ثقافتنا صيفنا يحلو بالقراءة صيفنا يحلو بالقراءة وكلها بإطار الثقافة أكيد أنا بس كنت في المبادرة فريق عمل من وزارة التربية والتعليم من قطاع الأجشطة وأيضا طبعا على راسنا نحن وكيلة الوزارة دكتورة عامنة ضحا لكن وجه له رغم يعني هي متابعتها من بداية المبادرة إلى إن شاء الله ختم مبادرة وفريق العمل في كل المناطق التعليمية كانت معنا نوجه لهم أيضا أكيد ترجمة نانسي قنقر